السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة نحل ملحق كتاب جيم سنقوله سنوي. نحل اختبارات النهائية تست 11 وتست 12 من صفحة 134 لصفحة 139 انتظرونا. الصفحة 134 التست رقم 11 او الجملتين زي ما احنا عارفين في خمس اختيارات بنختار اثنين. اللي هم هنا هنا في رقم واحد بيقولي زي سنة نمزل مراضفات لكلمة روب ليه حبل يعني تسوي ايه في المعنى وير وكمان كلمة ايه كيبل بمعنى ايه حبل رقم اتنين. الجملة دي بردك اللي هم هنا هنا كلمة سيرفايف يبقى ايه على قيد الحياة. هنا بيقولي اذا انت نمزل مضادات او العكس لكلمة ايه يبقى على قيد الحياة. ده يموت وبسوي بردك ايه يموت يتوفى. من اول رقم ثلاثة الحد الاخر ايه حنختار اجابة واحدة. هنا بيقولي شي فاينالي هي ايه اخيرا نقط يعني عملت ايه في طموحها توفيزيت عشان تزور ايه دريم بارك يعني بحققت طموحها يعني هتبقى ايجابة اتشيفد. اربعة ايه اوقان وبعدين نقط از ابيرسون هو شخص هو بليفز يعتقد بشكل قوي او التغير ايه في التغير الاجتماعي والسياسي اللي هو ايه اكتيفست ناشط. ويعمل بجد عشان ايه هزا يحدث. خمسة. يعني مانتك مش هتكون ايه. نقط. ده مثل ما تشوف الفوضى اللي انت عملتها. منتك مش هتكون سعيدة ايبقى صفة. ابي. رقم ستة برازيل. وبعدين نقط كسير ايه ملايين كتيرة يعني ايه في السنة من صادرات القهوة. ايبقى بتكسب. يكسب مال. ايبقى ايرنز. انا بنختصر عشان ايه بنوصل للحاجات المفيدة بس. رقم سبعة بعض الطيور ايه المهاجرة. كان نقط بيضة من بوسطة القمر. يعني ايه تتوجه في رحلتها نافيجيت. تمانية بيولي هنا بعد الحرب العالمية التانية. جيرماني المانيا ووزحة صلايبة. تقسمت لبلدين. تسعة. ايه في وهاد ان انفتيشن لو كان عندك ايه دعوة? توجو انتو سبيس للزهاب الى الفضاء. نقط ات. يعني هل ايه حتقبلها? هنا في ايه سؤال? علامة استفهام يبقى هنا على هيئة سؤال. نركز مع بعض لقاعدة اف. جملة الاولانية هنا هاد. تبقى ماضي بسيط. يبقى حالة تانية. عشان كده هيجي في الجملة التانية. ايه زائد المصدر. بس على هيئة سؤال. هتبقى الاجابة ايه? عشرة. درايفرز السائقين. وبعدين نقط وير. يرتدوا ايه? حزام ايه المقعد. اثناء السوق في ايه? في المدينة. يبقى لابد عليهم انهم ايه يرتدوا الحزام ده. هاف تو. ضرورة من جهة ايه خارجية مفروضة عليهم. وايه اللي هتفعها غرامات? حداشر. ذا توريس السائح وبعدين نقط مي. اف يبقى سؤال. هتبقى الاجابة. اسكد. اسكد مي. اف اي كود سبيك انجليش. هل انا ايه? اقدر اتكلم انجليزي. اتناشر. كان يو كايندلي هاند مي? ممكن اتسلمني لو سمحت. the file تناولني يعني. الملف في نقطة cover. اللي الغلاف بتاعه لونه ابيض. يبقى دي ملكي. هتبقى الاجابة who's. تلات عشر. اي دينت اكسبكت. انا ما توقعتش. اللي هو قاله. طيب هنا مفيش هي. ودي كمان مفيش هي. ودي كمان مفيش هي. دي الوحيدة اللي صح. what he said. اربعت عشر. it was. وبعدين نقطة win. نقص ايه هنا? على طول كده ايه? منتهى السهولة. only. it was only win. دي تركيب ايه عندنا او تعبير يعني. الجورة هنا ماضي تام. بمعنى كان فقط عندما. ايه صفحة مية خمسة وتلاتين. ودي السؤال عندنا ايه? اجابة واضحة. بوش حاجة في الانذا سبيس. السؤال التاني. ده سؤال القطعة. هنقول فكرتها بسرعة. بقول هنا ميني اكسبيرس. يعتقد ان ايه? يعني عدد سكان كتير في العالم. اذا لم يغير الناس. يعني ايه ايه افكارهم عن الزيادة السكانية. عن عدد ايه الاطفال. فالعالم هيتزايد. ايه? هيتضاعف يعني في خلال خمسة وعشرين سنة. يعني السكان دول هيتضاعف في خلال خمسة وعشرين سنة. وحيكون في اكتر من عشرين مدينة. العشرين عشرين مدينة دولت. هيكون ايه سكانهم اكبر من عشرين مليون. مع ان في الوقت مدينة واحدة بس. هي ايه اكتر من عشرين مليون. ما لناشي اسمها يعني. وبتكلم هنا عن ايه عن كارة استراليا. بقول ايه غير مأهولة بال ايه بالسكان. ايه في اسباب لكده. معظم الارض تكون ايه صحراوية. وايه جدباء يعني ايه ما فيهاش مية. وكمان الارض ايه ذات النوت. اللي هي مش صحرة خالص. مهيش مناسبة لاي شيء ولا حتى ايه زراعة الايه الاعشاب. في مشكلة تانية. الناس هتواجهها. بسبب زيادة لايه السكان. هي نقص لايه الطاقة. لان احنا هنستهلك الفحم والبترول. كل ده ايه هيخلص ويتم استهلاكه. بيقول ممكن احنا ايه يعني نولد الكهرباء من حرارة الايه الشمس او المياه يعني. بس احنا ما عندناش اللي ايه التكنولوجيا اللي ايه لعمل الاشياء دي دلوقتي يعني تولد الكهرباء. آآ من الطاقة الشمسية او من المياه. بقول برضك اكبر مشكلة. هتكون ايه بقى التلاوز برضك بسبب الزيادة السكانية. اجابات القطعة ستاشر هتبقى سي. آآ سبعتاشر هتبقى الاولانية. تمنتاشر هتبقى الاخيرة. هادر اجابات قدامنا. مش محتاجة حاجة بقى. الصفحة البعدة هي صفحة مية ستة وتلاتين. ودي بيت اجابات اللي هي القطعة. يعني كام عدد المدن اللي في الوقتها الحاضر يكون سكانها هي عشرين مليون اكتر من عشرين مليون. مدينة واحدة بس. ماليناش يمين. اين وعشرين وفقا للقطعة. آآ لماذا منطقة كبيرة من استراليا غير مسكونة وغير مأهولة بالسكان. اين وعشرين. ادي اجاباتها دي. معظمها صحرة. والارض غير مناسبة للزراعة. اين وعشرين. ادي كلمات ايه تدي نفس المعنى. دي معناه يستهلك. السؤال اللي بعده ترجم اللغة الانجليزية. ترجمة بتقول يجب على الاباء مساعدة ابنائهم في اختيار الاصدقاء الجيدين. الحل هنا. الفاعل بيرونس الوالدين. ايجاب عليهم الذين يساعدونهم وشجعونهم على النجاح في حياتهم. الذين باهوا وذلك لما الاصدقاء من دور هام جدا. لديهم يعني لهم دور هام جدا في حيات الشباب. اللي هما لالشباب. ترجمة التانية. ترجمة اللغة العربية. الحل بقى واضح قدامنا مش محتاجة حاجة. الصفحة اللي بعدها صفحة مية سبعة وتلاتين. التست رقم اتناشر. او السؤالين زي ما احنا عارفين بردك ايه. خمس اختيارات بنختار اتنين. رقم واحد اللي همنا هنا. ده سيني نمزق المرادفات لكلمة نجاح. مرادف نجاح. اتشيف منت. وفيكتوري. انتصار بردك. رقم اتنين. هنا بردك اللي همنا كلمة بمعنى ايه في الجملة دي. بمعنى عطوف. فهو عايز العكس. كلمة عطوف. هتبقى لجابة ايه عكس عطوف ايه قاسي. ومرسلس. نقول رقم ثلاثة. للاخر بقى هنختار ايه ايه اجابة واحد. ثلاثة اه وقان وبعد النقاط. is a very old story. قصة قديمة جدا. or set of stories. مجموعة من القصة من ايه. ancient times. من اللي هي العصور القديمة. هتبقى الاجابة ايه. legend. ليه اسطورة يعني. ده بقيت المعنى كمان ايه. زيها. اربعة. people tend to. هالناس يميلوا بلا. give ان هم يعتم. تو نقط. يتبرعوا يعني اللي مين? يبقى منظمات للخيارية. في وقت ايه. شهر رمضان. خمسة. only فقط a. نقط كوتكي ليستطيع انه يقتل. all those people. كل الناس دولة في وقت واحد. فقط اللي قدر يعمل كل ده. منستر. وحش. ستة. ذا شيرت القميس. is very dirty. يعني ايه قذر جدا. واش ايه. يعني اغسله ايه بدقة. يعني كويس جدا. واذ نقط يبقى بلايه الصبون. so. والماء. سبعة ديورينج. وبعد النقط وان باسنجر. يعني ايه راكبة واحدة. يبقى الكلام هنا عن ايه. ديورينج تيكوف اثناء الاقلاع. بدأت الراكبة ايه بشكل محمول كده ايه تطلب زر الاتصال كل شوية ترينه عليه. تمانية. the villagers اللي هم ايه اهل الكرة. يعني يحتفزوا بي. يعني ارتباط قوي. to their نقطة كسمز. عاداتهم الايه? يبقى عاداتهم التقليدية. تسعة. after i heard that. بعد ما انا سمعت ان انا ايه? نقطة the exam. الامتحان. بعد ما سمعت ان انا ايه نجحت في الامتحان. ايفون اتصلت بايه? ببابايا. عندي كزا حدث هنا. سمعت ونجحت واتصلت. اللي تم الاول في الثلاثة دولات. هو الايه? يتحط في الماضي التام اللي هي هات باست. رقم عشرة. the policeman. راجل الشرطة. told here. قال لها to turn right. انها تستدر ايه? يمين. but she turned left. ولكنها اتجهت الى الايه? استدرت شمال. هي نقطة have understood him. يبقى هي فهمته كده? ولا لا يمكن هي تكون فهمته? تبقى الايجابة كانت. استنتاج من في في الماضي. مؤكد. اه الجملة التانية. would be. the woman السيدة وبعد النقط waiting over there المنتظرة هناك. تكون بنت عمي. طيب السيدة التي تكون. يبقى هنا لازل العاقل. هتبقى هو. في واحدة هو برضك. بس هنا الفعل في ايه? ing. يبقى نختارهم هو اس. بصرف اس. طبعا ليه? هي اس يعني. تلاتاشر. the man. الرجل with نقط. i live is my uncle. الرجل اللي انا بعيش معها ده يكون ايه? بيكون عمي. طيب اللازل ايه للمفعول? ما تنفع هو وتنفع هوم. هنختاره هوم عشان هنا ايه? في الحرف جر هنا. اربعتاشر. دي بقى الجملة دي ايه? مبنية للمجهول. يعني ايه? الفتى او الولد ارسلة الى ايه? المنطقة المجاورة. مبنى للمجهول. سنت ارسلة. صفحة مية تمانية وتلاتين. ده سؤال ايه? في الان ذا سبيس. قدر ايه بقى واضحة قدامنا ما فهاش حاجة. السؤال التاني وده سؤال القطعة. القطعة ديت متكرارة جت لنا في الوحدات قبل كده. بس هنفكركم بقى عادية يعني. تتكلم عن ايه? الشباب اللي في سن ايه المراقع. بيعيشوا في عالم ايه تنفسي. هم عايزين ينجحوا في ايه? في المدرسة عشان يحصلوا على ايه وظائف في سوق العمل. في نفس الوقت ما بيحبوش ازعالوا ايه? ايه والديهم واقرانهم. وهما بيحاولهم يعملوا ايه بقى يقوموا بمهام عشان يرضوا ايه الجميع. فبيبقى من الصعب ان هما ايه بقى? ان هما يعملوا توازن في حصل لهم موضوع الايه? استرس. التوتر. او الضغط ده. باراجراف البعادية. فنتيجة الموضوع الايه التوتر ده? فيه الناس بتلجأ الايه الكافيين? الايه الايه? الايه القهوة وكده? وازال ايه مترقز. فهي زي بقية الايه العقاقير وكده تؤدي لانه ايه انسان وتؤدي الى مور سترس. مزيد منها التوتر. طيب لتعامل مع التوتر ده ايه الحل التمرينات? فيزيكال ايه التمرينات البادنية تؤدي الانسان انه ايه تخلص من ايه التوتر? كمان ايه? انهم بشكل كافي. وكمان الافضل برضك ايه? ده حلم الحلول ادارة الوقت بايه? بفاعلية يعني. بس. اده اسئلة بتاعتنا. رقم 16. هنا بيقول افضل عنوان للقطعة. طبعا ايه? تين استرس. اللي هو التوتر ليه الشباب في سن المراهقة المراهقين. 17. وفقا للنص ده في الكافيين ده. يعني سلاح زوحدين. ايه 18. هتبقى الاجابة ايه? ايه? ايه 19. ده معنى ايه? يكون الانسان عنده اعباء كتير ينتج عنه ايه طبعا اللي يكون محنة ودار وارو كده. عشرين هتبقى الاجابة سي. رقم 21. في الصفحة 139 بقول هنا ماس الاسباب الرئيسية للتوتر بالنسبة للشباب. ايجابة كبيرة شوية ديت. نقول كلمة ميني. نحدي كلمة استرس. وممكن تلخصة باسلوبك. اتنين وعشرين. ايه اسكر طريقتين. ايه ممكن المراهقين يتغلبوا على التوتر. قلنا ليه تدريبات البدنية. فيزيكال اكسرسايز. وكمان وادارة الوقت بشكل فعال. دي اتنين وعشرين. ودي وجهة كلمات تسوي نفس المعنى. وهكذا. دي ايه الاجابة قدامنا. دي بمعنى كافي. السؤال اللي بعده. ترجم الى اللغة الانجليزية. ادي الترجمة ببقى واضحة قدامنا. ماشي. نترجمها. ونحاول نشوف نفسنا الصحة ولا خطأ. ونستقل الكلمات الصعبة نحفظها. الترجمة التانية. ترجم اللغة العربية. ماشي محتاجة حاجة دي بقى ايه عربي قدامنا. كده بنتها فيديو النهاردة وانتظرون الفيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.